وتوابع مباراة السوبر معلومة مهمة متقالتش الايام اللي فاتت اكتر واحد كان متأثر من النادي الاهلي بعد مباراة الزمالك هذا اللاعب اللاعب هو الدولي المغربي يحيى عطويته الله كان حزين جدا جدا في قط اللبس بعد المباراة واعتذر للعبين كل اللاعبين واللعبين نفسهم وسو تحديدا رضا سليم المواطن والمغربي واحد من كبات النادي الاهلي عمر السلية وقالوا له خلاص موضوع خلص وكلنا منغلط وطبيعي ان الوضع يحصل كده لأي لعب كان غلط يحيى عطيته الله في الهدف اللي سجلوا النادي الزمالك وكمان ما سجلش ضرب الترجيح قضعها يعني فكان حزين جدا تاني واحد كان حزين مع يحيى عطيته الله حزين جدا ايضا اكرم توفيق اكرم توفيق بكى كثيرا في غرفة خلاص بكى بكى وكل اللاعبين برضو كانوا بيوسوا وعايز اقف بس لحظة عنده اكرم توفيق ونفسي انا عايفة ان دي مش هتحصل بس هقولك اللي في نفسي فيه يعني نفسي لما نقايم لعبين مدربين نقايم مجمل الاعمال دي بنقايم مجمل الاعمال عشان في وسط الاعمال العظيمة جدا ممكن يبقى فيه عمل مش جيد ده اي حاجة كلنا في حياتنا كده بتشتغل شغلنا جدا انا بس لما بشتغل عندي حلقات ربنا كريمني بيها تبقى ممكن تبقى تبقى كويسة وحلقات تانية ما كنتش موفق فيها كلنا حلقك في شغلك كمهندس بتبني بيت عظيم جدا وبت تاني ما تبنوش كلنا كل اي شغلنا بقى يحسب زي ما انت عايز في موضة كده حصلت اليومين اللي فاقوا دول يقولك ايه بس اكرم توفيق ما كرته مش حلوة بس اكرم توفيق ما بقاش مركز بس اكرم توفيق عنده حاجات شخصية مش مخليه يركز في الملعب بس اكرم توفيق مش هو اللي ينفع يلعب في منظومة الاهلي اللي فيها لعيبة كتيرا كويرة وعندهم كرة حلوة يا جماعة ده اكرم توفيق انا فاكر الموسم اللي فات تقريبا خضر بقى ما نقوم زماتش افضل لعب في المباراة اكرم توفيق ده واحد من اخلص وارجل اللعب اللي في النادي الاهلي وعنده قدرة عظيمة جدا على التطور لعبه زهير ايمن يؤدي بكفاءة لعبه في وسط الملعب رقم 6 يؤدي بكفاءة لعبه في وسط الملعب في مركز رقم 8 يؤدي بكفاءة اخلاص شديد جدا ده اللقطة بتاعت المباراة الزمالك الراجل جات له قصابة عضلية مش قادر اللي بيجي له قصابة عضلية ده ما بيقدرش يتحرك في الملعب كمل بتاعك 5-6 دقائق في نهاية المباراة وهو مصاب مصاب عضليا دي صعب جدا ما يقدرش ما يقدرش يتحرك ما يقدرش حد يمرر الكرة يتحمل جدا على نفسه ويجي حد يقول لك لا بس أصلا أكرم توفيق محتاجة غاية مش هو لا مش لعب كويس يا سلام عشي لعب مباراة ما كانتش موفق فيها هو وكل زميله لا لكله ما كانتش حيله اليوم ده أصلا يعني بس لايه الناس كده تحب تمسك في لعب كده أو اتنين يحبوا يركزوا معه بس أكرم توفيق بصراحة من لعب اللي محبش حد يمسك فيها مش حاجة مش هوا لعب مخلص بس مخلص جدا يعني حتى لو مش موفق فهو يبقى غزبا عنه مش يوم بس ما قصرش بتحصل يعني